ثلاثة أيام عن ترسيم الرئيس الأمريكي جو بايدن، توجهه لضخ مزيد من المعروض النفطي بالاستعانة بالاحتياطات الاستراتيجية الأمريكية من الخام. لرابع مرة في تاريخ بلاد العم صام خطة قاطن البيت الأبيض بدأت تتضح بكشف وسائل الإعلام الأمريكية عن تفاصيل تتضمن نية واشنطن طرح ما يقارب ستين مليون برميل من النفط في السوق، ما يمثل ثلاثة أيام من الاستهلاك الأمريكي من الخام. كميات تبقى ضئيلة بالنظر للاحتياطات المتاحة أمام الإدارة الأمريكية في حالة تمسكها بخيار المواجهة ضد أوبيك بلاس، التي تعادل أزيد من ستمائة مليون برميل، ما يمثل استقلالية نفطية لمدة ثلاثين يوماً. غير أن تركيبة المخزونات الاستراتيجية التي تتشكل أغلبيتها من الخامات الثقيلة، من شأنها أن تمثل عائقاً أمام تحقيق الغاية التي يصب إليها بايدن. بالنظر إلى صعوبة تصفية الخام الثقيل والإجهاد الطاقوي المطلوب لتكريره، ما يشكل عامل عبء بدل الخلاص من أزمة أسعار الوقود التي تعصف بأكبر اقتصاديات العالم. أدت إلى زيادات قياسية في معدلات التضخم لأعلى مستوى لها منذ ثلاثين عاماً.